بسم الله أبو الإبن الروح القدس لله رحض أمين كل سنة وانت طيبين النهاردة بدأنا صوم الرسل احتفلنا مبارح بحلول الروح القدس على التلميذ وحلول الروح القدس على الكنيسة وذوة ميلاد الكنيسة وذو عيد الأعياد هو عيد حلول الروح القدس على الكنيسة وإن كنا احنا احتفلنا بالحلول إنما احنا برضو بنطلب تجديد عمل الروح القدس في حياة كل إنسان فينا لما بنحتفل بالعيد دوت بنطلب كده جدد روحك القدس في أحشائنا جدده في أحشائنا فالنهاردة هنتكلم عن الروح القدس والامتلاء الروح القدس والامتلاء رب نيسوع المسيح عند صعوده للسماء قال إيه لترميزه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أوروشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض الشهادة للمسيح مش بقوة إنسانية إنما بقوة وعمل الروح القدس في التلاميذ الروح القدس يعلن لنا الحق ويعيننا لنقدم هذا الحق للآخرين ده عمل الروح القدس عشان كده لما بنشوف يعني خدمة ضعيفة خدمة مفيهاش نجاح مفيهاش سمر ده معناه أن الإنسان اللي بيخدم بيتكلم بكلام بحكمة بشرية حكمة إنسانية ومش فيه عمل الروح القدس مش هو اللي بعضده وبيقويه فإحنا مطلوب عشان نقنع الآخرين ونجيب ونبشر زي ما ربنا قال إنكم تكونون لي شهودا في كل مكان لازم يكون فيه برهان الروح والقوة برهان الروح وعمل الروح فينا مش بحكمة ولا قوة ولا فلسفة بشرية ده مش هيجيب لكن هو الروح القدس الذي ينخس في القلوب هو اللي هيجيب فإحنا دايما نطلب يكون عندنا عمل وقوة الروح القدس في الشهادة لربنا يسوع المسيح نتكلم على بركات الامتلاء من الروح القدس إحنا أحبائي مصنوعين كأوانغة خزفية ففي إناء للكرامة إناء للهوان لكن هذا الإناء أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فإن كنت أنا هيكل الله فكيف أذنس هذا الهيكل فأنا هيكل الله هذه الآنية اللي روح ربنا ساكن فيها أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فهيكل ربنا دوت روح الله أنا الإناء وروح الله جوانا روح الله جوى كل إنسان عشان كده في كورونسس التانية آية أربعة أصحاح أربعة آية سبعة بيقول ولنا ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا لنا هذا الكنز إيه الكنز اللي فينا روح ربنا الروح القدس هو الكنز في أوان خزفية أوان ترابية ما إحنا من التراب مش إحنا من التراب والخزف يصنع من الطين ويتحرق فإحنا برضو أوان خزفية لكن فيه الكنز جواها اللي هو الروح القدس اللي كلنا أخذناه بعد ما تعمدنا على طول فأولاد ربنا تعظم قيمتهم في نظر الله والناس من أجل أنهم آنية ممتلئة كنوزا وطبعا خير الملء هو الامتلاء بالروح القدس عشان نعرف أن إحنا آنية كلمة إناء دي تقالت على إنسان لما ربنا اختار شاول الترسوسي اللي هو بعد كده أصبح بولس بيقول لحنانية عن شاول ربنا بيقول لحنانية بيقول لأن هذا لي إناء مختار إناء مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل إناء مختار فهنانية للكرامة ومعلمنا برضو بولس الرسول في التميساوس التانية بـ 2-21 بيقول فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناءاً للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعداً لكل عمل صالح لازم طهر نفسي عشان يكون إناء للكرامة مقدس مستعد لكل عمل صالح وطبعاً معلمنا بولس الرسول في روميا تسعة تكلم عن أنية الكرامة وأنية الحوان ويقول إيه نشكر الله الذي اختارنا لنكون أواني للكرامة يحل فيها روح الله ويملأها بقوته فعاوز أقول لكم إن السر سر الانتصار الشخصي يعني فينا بنبقى ساعات ضعفاء سبب الضعف هو مش مديين الروح القدس فينا يشتغل ويعمل حطينه على جنب وساعات نحزنه نحزن روح الله وندله جنب كده فسر الانتصار لكل إنسان في معاركه مع الشيطال هو الامتلاء من الروح القدس تعالوا نشوف كده بطرس قبل حلول الروح القدس جابن قدام امرأة وأنكر وقالت له أنت من تلاميذه قال لها أنا لا أعرف أنت بتكلم على إيه معرفوش أنكر تعالوا بعد ما حل عليه الروح القدس يقول كده أنه جاهر بالإيمان أمام الولاة والملوك وقف كده بمجاهرة وفي عيزة واحدة بقوة الروح القدس اللي أخذه تلت تلاف نفس قبلت المسيح ورجعت وأمنت فالروح القدس بغير من إنسان كان جبان ناكر ضعيف إلى إنسان قوي يجاهر بالإيمان وكان بطرس الرسول والتلاميذ كانوا بيجلادوا في المجامع وقلوا لهم ما تبشروش بالإسم ده تاني قالوا لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وكانوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه من أجل اسم المسيح كانوا فرحانين لما بيتهانوا من أجل اسم المسيح كل الفرح ده جاي من فين؟ من سكن الروح القدس وعمل الروح القدس في التلاميذ وده الروح القدس اللي في الكنيسة ما زال يعمل في كل إنسان خد هذا الروح لأن الروح واحد لكن إحنا أنية مختلفة بس الروح فينا واحد هو روح الله القدس فسر نجاح أي خدمة يا حبائي لو كان القائمين عليها كلهم ممتلئين من الروح القدس وبيعملوا بوحدانية ووحدانية الروح ففي آية كده في أعمال تسعة واحدة ثلاثين بتقول الكنائس كان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبثعزية الروح القدس كانت تتكاثر وبثعزية الروح القدس كانت تتكاثر ده في أعمال أيضا نشوف الشجاعة اللي كانوا لما بيتكلموا ويبشروا في كل مكان يقول إيه في أعمال اتنين أربعة يقول وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة يتكلمون بكلام الله بمجاهرة هو ده عمل للروح ما قدرش حد يكون عند الروح القدس ويقعد كده خافت وساكت وخايف ومضطرب لا الروح القدس يخلي الإنسان يجاهر ويبشر ويشهد للمسيح بقوة إن هو روح القدس يعطي القوة عادة يا حبائي سر اعترفنا سر اعترفنا بلهوت ربنا يسوع المسيح رغم أنه يعني فوق العقل البشري لما نتكلم في الثالوس الله الآب والابن والروح القدس الروح القدس هو اللي بيقول لنا كده اللي بيقول إيه في كورونسوس الأولى 2-3 ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس محدش يقدر يقبل ولا يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس فيعني ما نحنش يعني توصلنا إلى هذا القبول بعمل من داخلنا إحنا أو من نفسنا لأن في ناس كتير ما زالت لا تقبل الإيمان بالثالوف ولأن يسوع المسيح رب وإله فكنا إحنا نقبل ونؤمن ليس فضل منه إنما عمل الروح القدس ليس أحد يقدر أن يقول يسوع أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فالروح القدس يا أحباه لما يكون في نفس الإنسان وداخل الإنسان الإنسان يكون مملوء من كل عمل يعمل البر يعمل الصلاح يكون إنسان مليان سلام الإنسان يكون مليان فرح لما يكون الروح القدس موجود في القلوب وأنا وأنت أحبائي نشوف لما يكون الروح القدس في داخلنا نلاقي أن نحن نرضى اي شيء يحدث ويحصل قدامنا في حياتنا نتقبله لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ايضا اللي فيه روح القدس يتلاقيه يشكر على كل شيء لا يتزمر يشكر ربنا على كل شيء ويشعر باقتناع داخلي بان كل ما يجريه الله مع اي انسان هو للخير فالانسان لما يكون فيه روح الله تلاقيه كده يقبل كل شيء بتسليم كامل لما شئت ربنا ولروح ربنا العامل فيه ايضا الانسان اللي فيه روح ربنا بيفهم سر الحياة ولماذا خلق لماذا خلقنا الانسان فيه روح ربنا بيعرف اني ساعات السؤال بنسأل احنا مخلوقين لآية الحلوة اللي بتقول خلقنا الله لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا كي نسلك فيها خلقنا الله لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا كي نسلك فيها علشان نتمل يا احبائي من الروح القدس لازم اعمل حاجة مهمة لازم افرغ التفريغ القلب يسبق الامتلاء مقدرش املى لو انا جبت اناء مليان مقدرش احط في حاجة تانية لازم افرغه لو بحط حاجة حلوة لها قيمة لازم افرغ هذا الاناء علشان يستقبل الملء من الشيء الاعظم فاذا تفريغ يسبق الامتلاء عرفين لما بنيجي نعمد اي طفل او اي انسان قبل ما نديله الروح القدس لازم نفرغه لما نقول ايه منفرغه ازاي لما نقول للأب والأم او الاشبين يعني بص ناحية الغرب وارفع ايدك اليمين وقول ورانا اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك الشريرة وكل جنودك الردية والمضلة اجحدك 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 دعم لي التفريغ تفريغ القلب بنقول يعني لجنود الظلمة ملناش شركة معاكم فبنفرغ القلب اول ما نفرغ هذا القلب هذا الاناء على طول بنبص ناحة الشرق ونرفع ايدنا اليمين ونقول وراء ابونا اعترف لك ايها المسيح الهي وبكل نوميسك المخلصة وكل اعمالك المعطية الحياة اؤمن باله واحد الله الاب وهكذا فهذا الايمان وهذا القبول لازم اعمل عملي التفريغ افرغ ما اقدرش املأ قلب مليان بحاجات عالمية شهواته وشهوة وخطايا ولزات وامور عالمية اقدر املاب بروح قدسة ما ينفعش لازم التفريغ الكامل قبل الامتلاء فالقلب الممتلئ بافكار الشر لا سبيل له ان يمتلئ بروح الله لابد لنا ان نخلي قلوبنا من كل ما فيها من حب الزات وحب العالم ليتنا احبائي في هذه الايام فلنفرغ قلوبنا من كل ما يعطل الامتلاء من روح الله روح ربنا جاهز ان يملانا بس كل ما بيجي كده عشان يملانا ونمتلئ الى اننا مليانين بامور اخرى عالمية زائلة فلازم احبائي نفرغ هذا القلب ونجهزه يكون آنية مستعدة لقبول روح ربنا في داخلها ايضا مش بس عملية لازم نفرغ فيه كمان شيء اخر ما يقدرش نملاء لو القلب المغلق لا يمكن ان يمتلئ يبقى القلب المليان ما قدرش نملاء تاني لازم افرغوه عشان نملاء الحاجة التانية القلب المغلق ما قدرش نملاء احنا لو جبنا اناء ومس يعني سدينه بسدادة كده ومغلق حطه سنة سنتين في المية لا تستطيع المية ان تدخل بداخله ليه لا عشان مغلق فلازم افتح الاناء لا اغلق قلبي لعمل الروح القدس يقول كده في سفر الاعمال وفتح الرب قلب ليديا بقعة الارجوان وفتح الله قلب ليديا يعني ده معنى ان كان قلبها ايه مغلق فربنا فتح لها قلبها علشان تبدأ تقبل الروح القدس تلقى الانسان اللي فيه روح ربنا لا يتلزز بشيء الا ان يترنم ويسبح ودايما يعيش بشكر ويقول كده مع الرسول بوليس في رومي 14-8 يقول ان عشنا للرب نعيش وان موتنا للرب نموت ان عشنا وان موتنا فلرب نحن تعالى نشوف موانع الامتلاء ايه اللي يمنع اي انسان انه يمتلق احنا قلنا طبعا لازم نفرغ ولازم نفتح القلب نفرغه ونفتحه طيب موانع الامتلاء يقولك ملء اصبق يعني فيه حاجة ملته في الاول شفنا كده معلمنا بوليس الرسول لما امتلق من الروح القدس وكلم عليم الساحر عليم الساحر فاعمال 13-9 بيقوله ايه ايها الممتلق من كل غش وكل خبف يا ابن ابليس يا عدو كل بر ايها الممتلق من ايه من كل غش اذا قلب عليم الساحر مليان من كل غش ومن كل خبف فاعمال اني ما اكثر من الايام ديت برضو يعني وناس كثيرين يكونوا ممتلقين من الخبف ومن الغش ومن الرياء فالقلب يكون مليان بهذه الاشياء لازم افرغه علشان نمتلق بالروح القدس نتكلم ونقول الانسان عمتني احبائي لو لو ما فرغش وما امتلقش من الروح القدس نقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه معلمنا بورس الرسول بيقول لنا كيف نمتلق بروح الله قال لنا في لبي 3 نفسه هو بيتكلم عن نفسه لما بيقول انه كان ذا عصبية انه من جنس اسرائيل من صبت بن يمين كل دا قال لك ايه تخلى عنه وكان في مكانه كواحد من الفرسيين غيور ومضطهد للكنيسة ايضا تخلى عن ذلك ويقول ايه وحسب كل شيء حسبت كلها ايه نفاية لكي يربح المسيح تخلى عن مركز تخلى عن تعاليم تخلى عن انه من من جنس اسرائيل نموسي فريسي ابن فريسي لكن كل الاشياء دي لا تخليت عنها لكي ما اربح حسبتها كلها نفاية كي ما اربح المسيح ربنا عاوزي احبائي قلبنا فقلبنا ما يكونش مهتم ولا يضطرب بامور هذا العالم يكون قلبنا دايما منفتح ربنا بينادينا كل يوم يقول لي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي ربنا عاوز القلب عاوز القلب وحتى وحتى لما بنشوف انسان ممتلئ بالروح القدس تتلاح القلب نفسه هو العمران فرحان سلام ترنيم تسبيح شكر تسليم ده عمار الروح القدس واحنا مش هنتكلم على ثمار الروح القدس النهاردة لكن تشوفوا كل الثمر من الفرح وطول الأنا وكل الثمار بتاعت الروح القدس تلاقوها الانسان العمران بوجود روح الله في داخله لا تحزن الروح لا تحزن الروح احنا كثير مننا وكثير من الأوقات كل واحد فينا بيحزن روح ربنا في داخله نقول لروح ربنا كده لا تحزن تعالى وجدد عملك جوايا جدد روحك ربي في أحشائنا في داخلنا عشان نبدأ نثمر منضيعش وقت في هذا العالم أديكم شايفين كل يوم أحداث نخلص من حاجة تطلع حاجة خلصنا قربنا يعني ان شاء الله خلصنا من كورونا يطلع المظاهرات والحرق والنهب والسلب والسرقة والتدمير وروح القراهية ونبذ الآخر وكل ده وبنشوفه في كثير من ولايات والأماكن محتاجين سلام محتاجين ربنا يسوع المسيح يحل في قلوب كل إنسان ويعطينا فعلا نكون أولاد السلام أولاد نصلح نصلم إحنا وظيفتنا علينا وظيفة مهمة جدا نصلي من أجل سلام العالم نصلي بأمانة من أجل سلام العالم أن يروح ربنا لا يفارق هذا العالم إنما يعطينا دايما يكون متواجد يسند ويشجع ويعدد للحد ما نقوم تاني كلنا يا حبائي دي مسؤوليتنا قدام ربنا إن إحنا نصلي نصلي عشان ربنا ما نقولش إحنا بنصلي أهلنا والبيتنا وولادنا وبناتنا وكنيستنا لا مسؤوليتنا مش بس في كنيستنا وفي بيتنا مسؤوليتنا من أجل سلام العالم كله وخلاص هذا العالم ده فيه أوشية اطلبه أوصله من أجل خلاص العالم خلاص العالم وبعدين ومدينتنا هذه وسائر المدن والقرى والجزائر والأدهرة فبس أول حاجة خلاص العالم فدي مسؤولية كل ما بنحضر قداس وكل ما بنقول الطلبة دي يعني ربنا بيقول يلا دي محطوطة عليك إنك أنت مسؤول تطلب من أجل هذا بسقة من أجل خلاص العالم ربنا يا أخبائي يدينا أن نكون مشغولين بي قلبنا مليان بروح ربنا نسبح ونرنم دايما في قلبنا للرب ممتحجين ومسبحين فرحين افرحوا بالرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يا ربنا يدينا يا أخبائي أننا نبدأ الصوم من النهاردة طبعا نبدأ الصوم خلاص بقى عدينا فترة الخمسين المقدسة فرحنا بقيامة ربنا يسوع المسيح لكن قيامة ربنا يسوع المسيح ما انتهت شي فرحتها بالخمسين وإن كنا بنصوم صوم الرسل حينما يرفع العريس عنهم فحين اذن يصومون فالعريس رفع صعد ربنا يسوع المسيح وقال لهم وقعدوا في البثوا في ورشاليم حتى تلبثوا قوة من الأعالي وحل للروح القدس وغلاص والبشاء ودايما هيبدأ بقى التبشير والشهاد ربنا يسوع المسيح بقيامته بعمل للروح القدس اللي حل على الكنيسة وعى التلاميس ويبدأ بالصوم قوة الكنيسة في الصوم لما نسجد تاني ونركع قدام ربنا عشان كده حتى لما بينتهي الخمسين المقدسة وبعد الاحتفال بحلول الروح القدس في صلاة السجدة تسميها الكنيسة لهم سجدوا لما شفوه سجدوا سجدوا ليه والملاكين ظهروا له وقال لهم لماذا تشخصون اللي شايف فيه وصاعد هيجي كده برضه كمان تاني فإحنا في الأيام دي نرجع بقى بصيام ده ويكون صوم مقبول قوعة بس يا أحبائي نقلل من شأن هذا الصوم ونقول لما إحنا ماننش فيه إحنا لنا في صوم الميلاد صوم الكبير وممكن صوم العذرة بس صوم الرسل ده ملناش فيه كلنا دعية اسم ربنا يسوع المسيح علينا إحنا شهود شهود ليه فلازم إن كنا نشهد ليه فمش قوة مننا وفضل مننا لازم عمل الروح القدس لازم نقدم كل مرة توبة وكل مرة الكنيسة بتصوم فيها كلنا نصوم مع بعض ربنا يبركك ويحفظك والله للمجد الدام في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين